السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء متابعي قناة بطاعة عربي. اسعد الله وقاتكم بكل الخير. سنتالة اعدادي الترمي التاني. بنكمل مع بعض فروق المشتقات. الجزء التاني. المتشابهات في المشتقات. ناخد مثال لما نيجي نقول الفتاة سيارة بالخير. الفتاة لديها سيارة. الفرق في المشتق? هدور في الجملة الاولى الفتاة سيارة. سيارة بالخير. انما الجملة التانية الفتاة لديها سيارة. هي الفتاة دي الالة دي العربية? اكيد لا. طب الفتاة عندها عربية. السيارة دي الالة? ايوة دي الالة. يبقى هنا سيارة في الجملة التانية دي اسم الة. سيارة فعالة من سارة. انما في الجملة الاولى الفتاة سيارة دي هنا دي مبالغة. بتسير بالخير. بتدل على الكثرة. يبقى سيارة دي مبالغة. طيب هتقول لي طيب ايه الوزن? انا عارف اوزان صيغ المبالغة. مفعال فعال فعل فعول فعيل. دي سيار فعال. اهو مفعال فعال. يبقى سيارة على وزن فعالة. دي صيغة مبالغة. مثال تاني. لما اجا اقول المؤمن مفتاح الخير. العلم مفتاح العلا. العلم مفتاح دي الالة. العلم دي الالة. طالما المفتاح دل على الالة. الالة الفتح. يبقى العلم هيفتح. يبقى مفتاح هنا دي اسم الى. على وزن مفعال. مفتاح. لازم تكون عارف برضو في اسم الالة. المشتاق والجامد. والمشتاق تكون عارف القديم والحديث. احفظ اوزان الالة القديمة. مفعال ومفعل ومفعلة. زي المفتاح. انما في الجملة الاولى المؤمن مفتاح هنا مؤمن اه مؤمن دي اسم قالة من امنة. بس احنا بنفرق هنا في كلمة مفتاح. مفتاح هنا في الجملة الاولى مفتاح بتدل على كثرة فتح الخير. ده هنا برضو صيغة مبالغة. الاتنين برضو من الفعل فتحة. ممكن يجي يقول لك من الفعل فتحة صغ من الفعل فتحة في جملتين مرة صيغة مبالغة ومرة اسم قالة. انما لو اسم فاعل من فتحة اقول فاتح. اسم مفعول مفتوح على وزن مفعول. هتبقى من فتحة. مثال تاني. لما اجا اقول الصحفي مزياع للاخبار. او سمعت الاخبار من المزياع. لو المزياع ده بمعنى الراديو اهو مزياع. لو بمعنى الراديو اللي هو الالة يبقى على طول ده اسم الة. على وزن مفعال. او زان قديمة. انما الصحفي ده راديو ده الالة? لا طبعا الصحفي مزياع للاخبار. بتدل على الكاثرة. انه بيزيع الاخبار بكاثرة. تبقى هنا صيغة مبالغة برضو. مزياع على وزن مفعال. احفظ الاوزان. مفعال فعال 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 فعيل. مثال تاني. لما اجا اقول الصحفي منشار للاخبار. بينشر الاخبار. او قطعته الخشب بالمنشار. نفس القصة. المنشار ده الالة. انما هنا الصحفي منشار على وزن برضو مفعال. مزياع منشار مفتاح. ده صيغة مبالغة. مثال تاني. لما اجا اقول الفلاحة ساقية. الارض بالساقية. هنا ساقية الفلاحة هي الهدس اي. ده دي اسم فاعل. اسم فاعل من الفعل. ساقا ساقن. لو مزكر هقول الفلاح. هقولها ازاي? هقول ساقن. واحزف. واحزف الياء. لانها نكر ومرفوعة. انما لو مؤنس هقول ساقية. ساعية. ودي اسم فاعل من السلاسة من ساق. انما هنا بالساقية دي الالة اللي هتسئي بيها يبقى هنا اسم الى. يبقى ساقية الاولى اسم فاعل والتانية اسم قال. وزيها برضو. هقول الفلاح لو ساقي هقول الفلاح ساقن. لازم احزف الياء. بس هنا في الجملة دي بيقول لنا الفلاح محراث الارض بالمحراث. هنا محراث دي صيغة مبالغة على وزن مفعال. اه دي صيغة مبالغة. انما محراث التانية المحراث دي اسم قال. لخلي بالنا برضو الفرق ما بينهم. مثال تاني. سمعت هاتف ينادي. سمعت صوت الهاتف. صوت الهاتف الهاتف دي الالة. يبقى دي اسم الالة على طول. انما لما يقول سمعت صوت هاتف او سمعت هاتف ينادي. هنا دي من هتفة. من هتفة هاتف تبقى دي اسم فاعل. اسم فاعل من الفعل السلاسي. هاتفة. مثال تاني. لما اجي اقول الجندي دفاع العدو للهلاك بميت فاعي. دفاء دفاع دي صيغة مبالغة على وزن فاعل. دي من دفعة صيغة مبالغة من دفعة. يبقى دفاع هنا صيغة مبالغة. ليل هلاك بمدفع او مدفعة دي الالة 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 من دفعة اسم الى دفعة مدفع مفعل مشتاق. مثال تاني. لما اجي اقول يا طلاب العلم اجتهدوا دي طلاب طلاب. طلاب هنا ايه المشتاق بتاعها? هجيب الاول المفرد. مفرد طلاب طالب. ايه عادي ممكن يجي جامعة تكسير. وطالب دي اسم فاعل من الفعل طلب. يبقى طلاب دي اسم فاعل. لان طلاب دي جامعة. اهو عرفت ازاي اجتهدوا. انما في الجملة التانية اجتهد مفرد. يبقى دي مش طلاب. دي الطلاب. طلاب دي صيغة مبالغة. هنا مبالغة من الفعل طالبة. طالبة طلاب على وزن فاعل. يبقى هنا في الجملة الاولى. دي طلاب دي اسم فاعل. وفي الجملة التانية دي صيغة مبالغة. برضو من فروق المشتاقات. مثال تاني. ايه الفرق ما بين الكلمة هنا اللي تحتها خط في الاربع جمل. انا مقر باخطائي. مقر على طول في الامتحان. لما تلاقي كلمة اولها ميم. شكل الميم والحرف اللي قبل الاخير. اهو مقر. مقر. اه هنا مقر. والجملة التانية القاعة مقر. والصباح مقر. الجريمة مقر. انا مقر دي من الفعل اقر. ده غير سلاسي. لما اجيب اسم الفاعل اجيبيه المضارع. المضارع يقر. مشددة. اقل بحرف المضارعة من مضمومة. واقصر ما قبل اخري تبقى مقر. يبقى في الجملة الاولى انا مقر باقر اخطائي دي اسم فاعل. اسم فاعل من الفعل غير السلاسي اقر. القاعة مقر. هنا مقر دي من الفعل ايه? مقر على وزن مفعل. هنا مفعل من الفعل قر. ده سلاسي. اجيب اسم الزمان واسم المكان على مفعل. اقول مقر. قر مقر. يبقى القاعة دي المقر. المفعل القاعة دي المكان. يبقى هنا مقر دي اسم مكان. دلت على مكان الاجتماع. وفي الجملة التانية برضو مقر. من الفعل قر. بس دلت على زمن. زمن الاجتماع تبقى اسم زمان. لما يجي يقول لك الجريمة مقر بها. برضو هنا من الفعل غير السلاسي اقر. هنا اسم مفعول اقر. يقر من اقر بقى. اقر فعل مبني المجهول. وقرة. يقر ونقل بحرف المضارعة من مضمومة. يبقى مقر وفتح ما قبل اخر. الجريمة مقر بها معترف بها او اي حاجة مقر بها هتكون اسم مفعول. برضو ناخد برضو حاجة تانية. نفس الفكرة لما نيجي نقول المدير مجتمع مجتمع مضموم اوله ومكسور ما قبل اخره. طالما مضموم اوله ومكسور ما قبل اخره يبقى من فعل غير السلاسي اللي هو اجتمعه. والمدير ده اللي هيجتمع يبقى مجتمع ده اسم فاعل. اسم فاعل من الفعل اجتمع يا اجتمع مجتمع. طب العمال مجتمع بهم. هنا مجتمع مضموم اوله ومفتوح ما قبل اخيره. تبقى حاجة من ثلاثة. يا اسم مفعول. يا اسم زمان. يا اسم مكان. برضو من الفعل اجتمع. بس مفتوح ما قبل اخره العمال ده اللي هيجتمع بهم. ينفع عشير مجتمع وحط الفعل لمبني المجهول يجتمع بهم. والعمال حدا هيجتمع بيهم يبقى دول المفعول بهم. يبقى هنا اسم مفعول. اسم المفعول برضو من الفعل. إبناء المجهول بقى اجتمع. قدي خالص ضم اوله ويكسر ما قبل اخيره. اجتمع. يبقى اجتمع. يجتمع مجتمع. يبقى دي اسم مفعول. انما لو بيقول لنا القاعة الكبرى دي ما كان اللي اجتماعه او. ما احنا عارفين طبعا ان اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان من غير الثلاسة زي بعض بالزبط. يبقى مجتمع العمال هنا دل على مكان الاجتماع تبقى اسم مكان. والصباح مجتمع. الصباح ده الزمن يبقى على طول مجتمع دي اسم زمان. وغالبا لو بيتكلم عن المجتمع اللي هو المجتمع بتاعنا المكان. دي بتبقى اسم مكان. نخلي بالنا في القطعة لو لقيت كلمة مجتمع. اللي بتكلم عن المجتمع نفسه دي مكان. لو لقيت كلمة مستقبل اللي بتدل عن المستقبل. دي بقى دي اسم زمان. الفرق برضو بين المعلم اغنى نفسه بالعلم والمعلم اغنى الناس. المعلم اغنى نفسه بالعلم اغنى دي فعل. اعاربها ايه? فعل ماضي مبني على الفتح. اغنى نفسه. فعله ماضي. انما المعلم اغنى الناس ده اسلوب تفضيلة هو. يبقى اغنى دي اسم تفضيل. يبقى واحدة فعل والتانية اسم تفضيل. قال لك اعرب. هقوله دي فعل ماضي مبني. انما دي المعلم مبتدأ. واغنى خبر مرفعه علامة رفعه ضم. وزيها برضو لما قول افقر الناس الطمع. الطمع هو اللي افقر الناس. افقر برضو فعل ماضي. فعل ماضي مبني. من اللي افقر الناس? الطمع فاعل. والناس ما فعل به. جملة فعلية. انما لو قلت افقر الناس الطمع لا افقر هنا دي اسم تفضيل. اسم تفضيل على وزن افعل. ان الطمع دي المفضل والناس دي المفضل عليه. وافقر هنا اسم. مش فعل. اسم التفضيل. برضو المسال الاخير ده كلمة مصعد. الطريق الصخري مصعد الجبل. وهنا استخدم المصعد. نخلي برنا برضو في فرق ما بينهم. لاتنين من صعدة. بس هنا صعدة دي على وزن مفعل. مفعل من صعدة مصعد. والطريق ده المكان اللي هتصعد منه الجبل. يبقى مصعد دي اسم مكان. ده اللي ات على المكان. يبقى مصعد على وزن مفعاد. من صعدة. انما المصعد هي برضو من الفعل صعدة. ممكن اجيب هلك بطريقة تانية. ممكن يقول لك صوغ من الفعل صعدة. اسم مكان مرة. واسم آلة مرة في جملتين من انشاءك. اسم المكان. هقول له مسلا الطريق. ده مصعد الجبل. واسم الالة. اجيب هلو في جملة بتدل على الالة. بتدل على الاسنصير. اقول له استخدم المصعد الكهربائي. يبقى هنا مصعد على وزن مفعل واللي اتنين من صعدة. وده اسم الى برضو مش طاق. مسال تاني معلش طولت عليكم. عندنا برضو الفرق ما بين عادة ووعدة. لما يجي يقول لك هات اسم زمان او اسم مكان او صغ من الفعل عادة. اسم زمان مرة واسم مكان مرة في جملتين. من عادة هيكون على وزن مفعل. اتنين سلاسي. بيكون على وزن مفعل. انما وعدة ده مثال. يبقى هيكون على وزن مفعل. يبقى من عادة هقول معاد. المساء معاد الطيور. العش معاد الطيور. المساء ده الزمن يبقى معاد اسم زمان. العش ده المكان يبقى معاد اسم مكان. ومن وعدة هيكون مفعل. وبيكون على وزن مفعل في حالتين. لو كان الفعل مثال? يعني اوله علة? او لو كان عين المضارع مكسورة زي يهبط او يعرض. اقول مهبط ومعرض. يبقى هنا المساء هقول له موعد على وزن مفعل والنادي موعد يبقى دي زمان وبرضو مكان. مثال اخير. ايه الفرق ما بين المقولة والمقالة? اقول الكلمة المقولة ولا المقالة? الكلمة دي من الفعل قالة. والكلمة حد قالها دي المفعول. يبقى اجيب اسم مفعول من قالة. المعتن للوسط اجيب المضارع قالة يقول. اقلب حرف المضارعة من مفتوحة تبقى مقول. والكلمة دي مؤنس يبقى مقولة. يبقى للكلمة المقولة. يعني المقولة دي اسم مفعول. اسم مفعول من الفعل ايه? من الفعل لا مش قالة. من الفعل قيلة ابنها للمجهول. بعكس الجملة التانية الوزيرة نقط ايه? المقولة ولا المقالة? دي اقيلة دي حد شلها من منصبها. اقول مسلا نقط من منصبها. عشان برضه هون بقى فهمين. نقط من منصبها. كمل يلا نقول المقولة ولا المقالة? ده هنا اقيلة تبقى من الفعل اقالة. اقالة. حد اقالها. يلا نجيب اسم المفعول من اقالة. المضارع يقيل. ايه اللي بحرف المضارعة من مضمومة? فتحة مع قبلة اخيرة تبقى مقال. مقال. مضموم اوله مفتوح مع قبلة اخيرة. الوزيرة مؤنس تبقى مقالة. يبقى اقول الوزيرة مقالة. مش معقولة. الوزيرة مقالة من منصبها. يعني مقالة برضو اسم مفعول. بس من فعل غير سلاسي اللي هو اقالة. ونبنيها للمجهول. ضم اوله اكثر مع قبلة اخيرة تبقى مين? وقيلة الفعل المبني للمجهول. باتمنى تكون قدر تفيدكم ولو بجزء بسيط. لايك للفيديو. شاير الفيديو لاصحابك عشان استفادوا. لكم مني كل الحب والاحترام والتقدير. شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.